يتلاشى البلد المفتوح ملفه في مجلس الأمن الذي تحولت اجتماعاته بشأنه إلى روتين لا يقدم ولا يؤخر أما الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن فمحصوران في دائرة القلق والعجز والتصريحات المكررة بشأن أمل يلوح في أفق لا ملمح له سوى مزيد من الحروب والتشضي لكن ما عسى الدور الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة إن أصر اليمنيون أنفسهم على مواصلة حروب الوكالة للإقليم ألم يسبق للأمم المتحدة أن عرفت دورها بالوسيط المحايد والمقرب لوجهات النظر بين أطراف الصراع فلما اللوم والعتب إذن؟ مقابلة السؤال بسؤال آخر هنا ليست إلا دلالة على حالة العدمية التي وصلت إليها النخب السياسية اليمنية بفعل تدخل السعود الإمارات الذي حول المشهد في اليمن من أزمة مشروعية إلى حرب الكل ضد الجميع تبعاً لأهداف الأكيد أنها ليست وطنية ولا تخص اليمنيين ومستقبلهم في الوسط من هذا المشهد المظلم يظهر المبعوث الأممي الحريص على إخفاء تجاعد وجهه حرصه على المواصلة في تقاضي الأجر ليؤكد أنه تمكن من تحقيق اختراق من شأنه العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض وكأن اتفاق الرياض ليس هو من ذهب باليمنيين إلى حرب تدور رحاها في محافظة أبيان المجاورة للعاصمة المؤقتة تعقيد المشهد السياسي العسكري وقتامته ليس وحده من يبعث على الفزع فكرون الزائر المقيم في اليمن أصبح هو الآخر هولاً عظيماً على اليمنيين الذين يقتلون بصمت أمام السلطات الميليشاوية التي تتكتم على تفاصيله نائب مفوض الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هناك 72 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بما في ذلك 13 حالة وفاة والخلاصة هنا أن اليمنيين المغلوبين على أمرهم أمام خيارات متعددة من الموت